اشتركوا في القناة ونتكلم عن احد المشروعات القومية التي تدار حاليا في مصر معنا النهاردة هنتكلم عن مشروع يعد طفرة في عالم الاستثمار في عالم العقارات في عالم انا بعتقد ان هو يعني ما ينفعش تقالع عليه غير ان هو طفرة حضرية لمستقبل مصر اللي جاي النهاردة هيكون معنا موضوع مهم جدا موضوعنا هيكون عن العاصمة الادارية الجديدة وما يدار في ذهن المواطن من تساؤلات كتير يا طرى ايه هي العاصمة الادارية اتعملت ليه يا طرى هتفيد الدخل القومي بتاعنا بايه هل يا طرى هي مجرد ان احنا بنصرف فلوس وخلاص لفاقة معينة من الناس كل التساؤلات دي ان شاء الله هنجيب عليها مع طبعا مدخلاتكم اللي احنا كل مرة بنتشرف بيها مع المهندس عبدالعليم العاجمي مهندس بالعاصمة الادارية اهلا بحضرك يا فاند اهلا بك يا صدراشة مبدئيا نحب اشكر حضرتك وصلة البرنامج على الاهتمام اصلا بموضوع العاصمة وان احنا نقدر نوصل حاجة الناس مختلفة عليها فيه ناس بتأيد فيه ناس بتعارض فيه ناس معها فيه ناس ضد وده هدفنا ان احنا نوصل للناس ايه الصحة وايه الغلط فيه ايجابيات هنقولها فيه سلبيات هنقولها بس في الاخر الناس تبقى فاهمة الدنيا راح فيه اه هو حاليا احنا طبعا عارفين ان فيه مشروعات قومية اه يعني الاف المشروعات القومية اه يمكن فيه بعض الناس او الفئة معينة من الناس هي مش فهمة ده ايه فممكن حضرك تدينا كده فكرة سريعة عن بعض المشروعات القومية تمام اه اولا اه اللي بيحصل في البلد دلوقتي خلاني اتفقوا كلنا انا ده طفرة ايه طفرة تحصل في البلد دي حقيقا اه لما نجي نتكلم على حجم مشروعات اللي بيحصل في البلد في الفترة دي اه ما اعتقدش ان انا شفناها قبل كده او ممكن نقدر نقول بتحصل مع الفترات البداية مع كل رئيس بس مش بالشكل ده تمام يعني خلاني نقول مثلا اه في كم مشاريع قبل كده اه بدأت ما كملتش مش حالين نتكلم بقى على توشكا واي حاجة حصلت قبل كده لان خلاني نقول في دلوقت بالزبط الرئيس بدأ مشاريع وبيكملها ايه اه ممكن المشاريع دي اه يعني هنقدر نقول مثلا ارهاكب بعض الناس قصلت على بعض الناس هنتكلم فيها في النوات الجاية ولكن مشاريع لغن عنها هنتكلم لما نجي نتكلم على حاجة بالنسبة للقناة السويس الجديدة ايه ونجي نبص لنجاح قناة السويس الجديدة في لسه من الأسبوع اللي فات اللي هي المواصلة الامراكة اللي عادت في قناة السويس وكانت حاجة كلنا افتخرنا بيها لما نجي نتكلم على حاجة زي العالمين الجديدة ومنظر الابراج ولازم نقول ان قناة السويس النهاردة بالفعل يعني علت الدخل القومي بتاعنا جدا يعني بعد ما استفينا كانت بتاعت 11 ساعة مثلا في الويت انجليس النهاردة بتاعت 3 ساعات بالزبط كده بالفعل ايه وعلي المنظر اصلا منصر العملاقة دي احنا مكناش نقدر نستوعبها قبل كده لما تشوفيها ايه والانطراق في قناة السويس حاجة كتير بصراحة حاجة تانية لما نتكلم على علمين الجديدة منظر الابراج الموجودة وشركات العملاقة اللي تنفذ لانك دي الوقت ايه زي المنون العرب وغيرها وغيرها من الشركات لما نجي نبص للإسماعلاق الجديدة المنصرات الجديدة انتي اصلا لبسيط الشكل للمنصرات الجديدة والدزان المعمول لها انت بتتكلمه في دبي بالزبط يعني شوفوا ممكن شوفوا الماكت بتاع المنصرات الجديدة بالزبط انت بتتحكي دبي تمام لما نتكلم مثلاً في حاجة زي المشروع الطاقة بتاع أصوام طاقة الشمسية أعتقد أن ده هيخلينا البلد رقم واحد في مشروع الطاقة الشمسية بالزيت رقم واحد بالضبط كده لو بتتكلمي بقى على الكهرباء عموماً بالصفة أنا مهندس كهرباء إحنا دلوقتي يعني خلي ناس تقول مثلاً دلوقتي الكهرباء بتبطع كلها قدية تمام؟ لما نيجي نتكلم من ضمن المشاريع أيضاً نحن نتكلم عنها المحطات تطور محطات الكهرباء المحطات الجديدة اللي اتعملت زي النساء بنكلم دلوقتي عن مشروع الطاقة الشمسية ألف أصوان حاجة واهمة لما تشوفي أعبد الألوحي اللي موجودة حاجة أصلاً ما تواجدتش أعمل كده كلام جميل لما تتكلمي بقى على الجلالة لما قلنا لسألين دلوقتي برضو قلنا العالمين وقلنا المنصورات الجديدة وقلنا الإسماعليات الجديدة آخر حاجة بقى اللي المفروض بقى عايزة لوحدها أصل حلقات العصار الإدارية طبعاً وأن أنا بتكلم مع ناس كتير بشوف رد فعلهم إيه عشان أقدر نقل ده في خلال الحلقة بتاعتي أكتر الناس بيتكلموا على أن ليه نصرف المليارات دي كلها في حاجة إحنا ممكن أصلاً نصرف المليارات دي في صناعات في مصانع نشغل ناس في حاجات كتير يعني حواج فاهمني دايماً المواطن مش بيفكر هو مش عايز يعرف إيه وراء المشروع لا هو دماغه لا في حاجات تانية ممكن نصرف فيها فهل إحنا ممكن نفهم كل اللي بيتفراجوا علينا النهاردة إيه هي العاصمة الإدارية وتعاملت ليه تمام مبدال حاضيك قلتك سؤالين هرد على جزء وجزء أول جزء اللي هو بالنسبة لو الناس بتسأل ليه إحنا ما نفقناش المليارات دي في مصانع مبدئياً بالفعل فيه مصانع بتتعمل فيه مناطق صناعية موجودة ومناطق كتير جداً نقدر نتكلم عن منطقة بتاع الدميوات الروبيكي مناطق كتير جداً صناعية موجودة بالفعل بالزبط هل أنا أقدر أعمل مثلاً كل المشاريع اللي عندي في البلد كلها مصانع كلام جميل ماشي طبعاً المصانع دي عندي انفراستركشور أصلاً تخدم عليها عندي طرق بالحجم الكافي اللي هي تغطي كل النقلات وكل العربيات اللوري اللي هتمشي في البلد موجود عندي كبادي تشيل الكلام ده كله طيب عندنا بقى وزارات وعندنا منشآت تقدر أن هي تتابع كل الحركات دي طيب ماشي آه كعلام جميل هنأمل مناطق صناعية بس المفروض أن فيه عندي مراحل طيب أنا هأعمل حجم مصانع بالشكل ده كله ولا معديش أصلاً طرق معديش كباري طيب بالنسبة بقى لعاصمة الإدارية طيب ايه اللي هنستفاده بقى لعاصمة الإدارية او ايه اللي هتقدمه مبدئياً دلوقتي إنه بننزل للقاهرة ممكن مثلاً واحد في نهاز بالفعل ضياعة معظم عمرها في القاهرة يعني ايه مش في القاهرة أنا فجئت برقم كده بصراحة كل كيلو متر مربع حالياً بيشغله خمسين ألف نسمة يا فندم دي حاجة بالضبط القاهرة أصلاً بس دي عيشة ازاي فكان لابد بالفعل إنه يكون فيه مكان تاني متاح يعني نهاردة لما العاصمة الإدارية يكون مبدئياً بنتكلم على إنه هيتم نقل مثلاً 18 مليون نسمة للعاصمة الإدارية اللي إقامة فيها أعتقد إن ده يعني هيسهل حاجات كتير جداً في الحياة في القاهرة بالضبط جداً حضرتك زي نساً بنتكلم القاهرة دلوقتي بتعد من أكتر مدر العالم تكدس بالسكان بالضبط دي حاجة أنا بقى لما تبقى مصر بلد بحجم مصر طبعاً معروف مكانتها إفريقياً وعربياً ودولياً ويبقى إحنا في 2020 وكل الدول العالم دلوقتي بقى عندها مدن وعندها عواصم إدارية جديدة زي أمريكاً جهولك وواشنطن وكل الدول كده بالضبط طبعاً بالضبط طبعاً أنا لحد دلوقتي أنا متكدس في القاهرة وكل وجهتي على العالم هي القاهرة أنا عندي كم معلم أو كم منشأة معينة اللي أنا وقف عليها لا دلوقتي العاصمة الإدارية بقى النقلة اللي اتنقلت طب ناس كتير بتقول تماماً هستفدي من الوزرار كتير جداً تماماً أنا لما يبقى عندي أنقل المزارات والسفارات والمصالح والبرلمان والبرلمان كله ده أنت حضرك النهاردة يعني يكفي بس الازدحام اللي بيحصل عند الأماكن دي بالضبط كل الكلام ده بقى تلشوه في العاصمة الإدارية الجديدة الطرق المساحات اللي اتعاملت أصلاً في العاصمة كل ده معمول حسابه لو بتتكلم مثلاً وانا بعد 20 سنة مش يبقى في زحمة مش يبقى في تكدس انت عاملة الزنات اللي متقسمة أصلاً شكل العاصمة هي متقسمة لو شفت الماكد بتاع العاصمة عموماً الزنات البرتشينات الـ R1 R2 R3 حاجة يعني انت بتتكلمه ما فيش حاجة اسمها زحمة موجودة في العاصمة الزحمة اصلاً كون ننتي تنقل الوزارات والطواري وتوسعي بعيشت مكوننا داخل مثلاً وزارة معاناة زي وزارة الصحة او اي وزارة بنشوف شكلها وانا داخلين يعني خلاص بحنا عايزين نحكي بقى عايزين نحكي العالم بالضبط كده عايزين نحكي العالم بقى نشوف التطورات نشوف يعني كل الخدمات اللي موجودة التطور اللي حصل دلوقتي العاصمة اصلاً داخل دوقتي يعني وزارة الاتصالات عاملة شغل كبير جداً في العاصمة الادارية السيستم اللي هتنزل عليه العاصمة جيلة حاجة يعني مش موجودة بالضبط كل ده احنا يعني يعني خلاص 2020 بقى يعني هنفضل على عايزين لحد بقى كام على القديم بقى احنا كنا وكنا وكنا بس فكان لابد من وجود عاصمة ادارية جديدة تمام؟ تحاكي عواصم الادارية برا نقدر نتكلم نقول مصر في عاصمة ادارية جديدة بديل القاهرة ايه بالضبط ايه فعلاً دي حقيقة واعتقد ان النهاردة مصر بكل احنا وصلنا له لازم لازم بالفعل يكون فيه النهاردة عندنا عاصمة تحاكي فعلاً العواصم العالمية والعربية طبعاً وده حق مصر عذكر ايه طبعاً مصر حقها بحضرتها بتاريخها بسبعة تلاف سنة حضارة حقنا ان احنا يكون عندنا عاصمة او يكون عندنا مدن التحاكي دول العالم مصر مش قول عيلة بكوانينها هنستأذن حضرتك معانا مدخلة اية من القاهرة فضال يا فندم عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله اهلاً بحضرتك اهلاً بحضرتك اهلاً وانا عايزة اوجه رسالة للشخص ده معليش الصوت مش واضح يا فندم اهلاً ممكن حققت علي صوتك؟ انا عايزة اوجه رسالة للشخص ده ايه؟ انا عايزة اتوجه رسالة للشخص ما؟ لشخص ما؟ اه لا حبيب تفضل؟ معي تفضل عليك سامينك الو؟ طيب ما عليش هنستأذن حضرتك تنتسلي بنا تاني نرجع لموضوعنا تمام يعني معنى كلام حضرتك النهاردة ان العاصمة الادارية تعد النهاردة استثمار اعتقد رائع يعني لكل رجال الاعمال والمستثمرين والشركات طبعاً هولي حديك حاجة هيحس بيها اللي جازف وبالفعل استثمر من 2016 كانت فيه ناس كتير جداً بتراهن وخايفة على وضع البلد وكله كان بيخايف من المجاسفة وكله بيقوله الترباط وكلام ده كله شوفي بقى الاستثمر شوفي الكمبوندات فيه بالفعل كاملة اتباعت فيه عمير كاملة اتباعت فيه ناس استلمت فلالها وعميرها لحد دلوقتي تمام طيب ممكن بقى تشوف الناس دي كانت شارية بكام ولو جالها دلوقتي المعروض بقى بكام تمام مفيش حد مفيش حد مفيش حد مفيش حد حط جنيه في العاصمة ومجالوش منه عشرة وعشرين وتلاتين أي حد دلوقتي استثمر في العاصمة سواء كان بقى تطوير عقاري سواء كان مقاول سواء كان مورد مفيش حد يسمه خسر جنيه في العاصمة الإدارية الدولة مخسرتش الدولة بالفعل طلعت فلوس كتير جدا الناس كتير كانت معاها فلوس خايفة تطلحها مش عارفة تطلحها في مشاريع كله كان في الوقت ده يعني كان فيه اترابات الناس كانت قال انا خايفة تطلع طبعا الرجل الاعمال ده اكتر واحد بيبقى خايف لكن اللي حط جنيه في العاصمة الإدارية اكتر حد كسبان في الفترة اللي فات واكتر حد فلوسه زادت بشكل كبير جدا وباكت كمان نقول يا فندم نقطة كمان مهمة جدا ان كل المبالغ اللي اعتمدنا عليها في اقامة العاصمة الإدارية ما كانتش كلها من خزينة الدولة مثلا احنا النهاردة لما نقول المستثمرين سواء الاجانب او الشركات او العرب او حتى المصريين يا فندم احنا النهاردة بنعمل مشروع هيكون عبارة عن كذا وكذا وكذا يعني انا في اعتقادي ان الناس اللي جم وحاولوا ان هما يشتروا ويدفعوا فلوس ويستثمروا اعتقد ان اكيد الدخل ده سايم كتير كتير في بناء العاصمة الإدارية طبيعي كلام جميل جدا يعني انا مثلا عرفت ان في خلال اسبوع حي الصفارات بس كان تقريبا اول ما تم الاعلان عنه كان الدخل منه تقريبا حوالي 45 مليار دخل ابح لست معملناش حاجة ايو ايو حضرتك دبات ولا احد вот الناس ان احنا هناخد المليارات دي من الدوله عشان نعمل عصمة لمجرد ان واو عندنا عصمة إدارية لا هي مش كده لا 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 الموضوع مش كده خالص واستحيل يعني الدوله هتصرف مليارات بالشكل ده او ان هي بالفعل ما صرفتش من من خزينة الدولة المليارات دي عشان ان احنا عندنا عصمة إدارية الموضوع مش كده خالص لا حضرتك الانت لو هتبصي للافضي الاستفادة المليارات دي اللي اتنفقت مبدئيا رجال الاعمال كذبوا قدها كتير جدا مفيش رجل اعمال هيحط جميعه مش هيرجعله بالذكت بأضعات مضعفة تمام الدولة استفادت ايه الدولة استفادت كتير جدا عمالة اشتغلت ايه مهندسين يشتغلوا فنيين يشتغلوا حضرتك مصر او العاصمة بالفعل اه او المشاريع دي استقبلت مهندسين وفنيين عدد غير طبيعي كان هيسبب كارثة في مصر دلوقتي حضرتك عارفين المشكلة اللي كانت حصلت في السعودية والمهندسين يترحلوا والفنيين وعمال كان هيروحوا فين يعني نقدر نقول من خلال كلام حضرتك ان حتى قبل ما الاغنياء هم اللي يستفيدوا ويدخلوا ويعيشوا فاحنا النهاردة اشتغلنا على الطبقة اللي كانت ضايعة كلام جميل اكتر ناس المختربين اللي جم خلال فترة الكورونا الايدي العاملة ناس كتير شغالين مهندسين زي ما حداك بتقول يعني اعتقد ان العملة اللي موجودة جوه العصامة الادارية النهاردة يعني بجد شابو شابو لده كده ازراش راعديك يعني وديتين لنقطة مهمة جدا كنا لدينا متكلم معنا ما كانش ينفق اصلا بالزبط كده ما ينفعش النهاردة ان مصر تعمل مشروع ونقول عليه مشروع قومي هو بيخدم فئة واحدة من الناس ده اللي انا يعني عايز الناس تعرفوا كلام جميل جدا ودي نقطة يعني احنا لو طلعنا اصلا بالبرنامج بالنقطة دي اللي احنا وضحنا للناس كده احنا مش هاتين حاجة اكتر ممكن دلوقتي في ناس كتير بتتكلم بتقول ان العاصمة الادارية ما هي الا مكان بيخدم الاغنياء وانها تبقى الاسعار مثلا بالرقم الفلاني واسعار بكذا واسعار بكذا والكلام ده مثلا مش بسطعتنا ان احنا نروح نشتري هناك هقول لحضرتك الحاصمة قبل ما بتخدم رجل الاعمال فهي بتخدم العامل الغفير كل فئات المجتمع المهندس المشرف خدمت ناس كتير جدا قاعدة في بيوتها وده حسنا جدا جدا في خلال فترة جائحة الكورونا اللي بالفعل ناس كتير خسرت شغلها سواء برا مصر او جوى مصر حضرتك العالم كل مرفوض ده اصلا راشها انت تيجي تكلم معنا صلم البشمهندس محمود اتفضل يا فندم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازاي حضرتك يا فندم الحمد لله بحب بشكر حضرتك طبعا على البرامج العظيم ده والاستضافة طبعا بشمهندس عبالين طبعا معندس ناجح ومتميز ومثال كبير طبعا المهندسين النقحين يعني في العاصمة الإدارية بس نقطة عايز اخنا السؤال بس يعني عايزين نظرة للمهندسين للشباب اللي لسه طالع طبعا حديث التخرج تبقى الموضوع صعب شوية بالنسبة الحديث التخرج اللي لسه طالع بيعبح تجمله خبرة عايزين نتكلم في النقطة دي اللي لان النقطة دي بتبقى مهمة جدا لان الشباب عايز يجري ويبقى في مكان يعني بيبص المستقبل زي الحضرتك ان شاء الله يا فندم هنتكلم ان شاء الله ورسالة حضرتك وصلت وهنرد على تساؤل حضرتك ان شاء الله احنا معينا فيديو يا جماعة على الشاشة دلوقتي للعاصمة الإدارية هنشوفوا مع بعد يعني الارتو الارتو ايه الارتو دي عمال الارتو ايه تمام طبعا نشكر كل القائمين على موقع الارتو ايه وانا بشكر شخصيا صاحب الشركة اللي أنا فيها الحاجزة الضام بشكر القائد الكطاع الرائد محمود خليفة يعني احنا شايفين العمال بيشتغلوا هو ده بقى اللي بنتكلم عليه ان دي يا جماعة دي والله خدمت ناس كتير جدا 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 من الايدي العاملة ناس بسيطة جدا ايه بالزبط كانت يعني برضو للامانة كان فيه كل سبل الاحتراز كانت موجودة في المواقع والمواقع اللي حسنوا ان فيه مشاكل او فيه ازهور اي حالة كانت بتوقع يعني فيه او فيه حصل لا اللي أنا بقصوده ان الناس دي ممكن كان حد مثلا بيشتغل مخترب بر مصر والطرن هو يرجع طبعا ومرجز شغله تاني تسعين في المية من المهندسين والمشرفين اللي موجودين في العاصمة كلهم جان من السعودية اه ايو انا فعلا عارفت انا اشتغلت وده شيء مشارف جدا ان مصر يعني الحمد لله بقى موجود عندنا مشروع بيخدم ولادنا اللي رجعوا بدون اي مصدر دخل يعني انت جوا مصر ما تقلقش انا بقول لحضرتك لو ما كانش فيه مشاريع بالحجم ده اقسم بالله كانت هتكون فيه كارثة كارثة فعلية للمهندسين ايه لما يكون مهندس مثلا خبرة 15 سنة وترحل مستعدية ونزل كان هيفتح مشروع ايه اصلا ايو دي انا لو مهندس صغير ممكن افتح ايه مشروع لما يكون مهندس 15 سنة خبرة او 20 سنة خبرة لو ما عندوش مجال زي ده او مشروع زي ده يشتغل فيه طب ما دي هتبقى مشكلة مشكلة بطالة لا والعمال كمين والعمال بالزبط انا بتتكلم على المستوى العام عامل مشرف مهندس كل ده كان هيأثر كل ده كان هيسبب مشكلة كبيرة جدا كنت هتتكلم بقى مش بطالة بقى يعني انا مش بنتكلم بطالة عامل او بطالة احق شخص عندي تتكلم بطالة مهندسين بطالة مشرفين فكذا هتبقى الكارثة اكبر ايه تمام طيب وجود العاصمة فرق كتير جدا مع الناس الناس دي كلها نزل تلاقي اماكن تشتغل فيها ايه تمام فخدمت ولا ما خدمتش طبعا الصغير قبل الكبير طبعا ده اللي احنا عايزين نأكد نأكده للناس ونفهم الناس ان العاصمة مش بتخدم فئة معينة مش بتخدم غني قلنا الفقير قبل الغني مستفاد بالعاصمة الادراجات الجديدة تمام وكل المشروعات القوامية على فكرة بالفعل مش شارط العاصمة بس انا نتكلم العاصمة لان هي اكتر حاجة متسلط عليها الضوء اكتر حاجة اتعملها بروبجاندا كبيرة ويجب تستحق ويجب تستحق لما انا يكون عندي منطقة زي منطقة المال والاعمال الابراج اللي موجود اطول برج في افراكيا موجود عندي تمام ده احنا مش عاملينه يعني في نفس الوقت ما احنا استفادنا ايه لا احنا مش عاملينه كده شوفي ده حجم الاستثمارات اللي هتجزيبه ليه ايه بالضبط تمام يعني نقدر نقول ان قبل حتى ما العاصمة القادرية تخلص وقبل حتى ما يتم افتتاحها ان هي بالفعل حققت يمكن حاجة مهمة جدا جدا وهي ان هي النهاردة خدمت ناس كتير من ابناء مصر في شغلهم طبعا عملت لهم دخل شاهري طبعا معانا مكلمة معانا مكلمة من استاذ احمد تفضل لا انا مش استاذ انا عامل امي 48 سنة يا فندم حمدتك استاذ على راسنا يا فندم تفضل تسلميلي 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 صلي عن نبي علي سلام انا رجل فاتت ابتداء اي ورحت العاصمة الاداريدي من سنة فاتت تمام او من سنتين بالضبط بالضبط على سنة فعلاج الشغل وكده اه فيها ثقة ناس اللي تشتغل بس مش الشغل يعني فيها مئة الف فيها مئتين الف شغالين انا نفس ما كملتش عسبوع ما عارفتش لالجيت سكن ولا عارفت اشتغل لا الارقام اكبر من كده اللي شغال اه مش ممكن اكبر من كده او اجل من كده انا بتكلم على اللي انا شفته بعيني انا شفت مثلا منطجة رحت فيه حضرتك اشتغلت فيه ما انا ما كملتش انا ما كملتش اسبوع وشيك ليه طيب ما عارفتش اشتغل ليه 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 دورت ما عارفتش اشتغل حضرتك الشغل يعني اعطيك انت لو نزلت اي مشروع اي عمير موجودة وقلت انا عامل او انا نحات او انا بنى او انا مبيض محاورة هتشتغل لازم يا باش مهندس زي ما عارفة ولا 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 وتكون عارف ناس وكده طيب ممكن نسهل حضرتك نسهل الموضوع شوية ممكن حضرتك تاخد من الكنترول رقم رقم الباش مهندس وتتواصل معي وان شاء الله ان شاء الله يكون فيه وانا تحت امرك تتسل علي في اي وقت حضرتك الصبح لو انت واحد اتنين تلاتة عشرة مية عامل او مية مبيض محاورة او مية بنى وعايز تشتغل الشغل متوفر شكرا لحضرتك تحت امرك يعني ربنا يجعلنا ان شاء الله مصدر خير له ومصدر داخل له بإذن الله وان شاء الله على فكرة والله بجد برسير حضرتك يا فاندم لا 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 تحت امرك يا فاندم واي حد على فكرة والله فيه متاح شغل كتير جده انا مش بقول كده مش باتكلم اللي فئت ايه يعني بص هلوها داك حاجة عامل مشرف فني مهندس وبالأخص على فكرة اكتر ناس واخد حظها العمال والفنيين لما يكون انا مثلا المشروع بيبقى فيه مثلا خمسة مهندسين ومئتين عامل مين اللي مخدوم اكتر المهندس ولا العامل لما يكون مهندس ومئتين عامل او مئتين عامل هم استفادت اكتر يعني مشرف فني بنا مباد محارة حداد نحات اي من هنالك حدك مفيش حد اسمه ما بيشتغلش مستحيل تلاك كمان دا خلاص احنا بقى من خلال الحلقة دي يعني احنا اسفين احنا نستغل لحضرتك فان احنا يا جماعة اي حد من العمال اللي حابين يتواصلوا مع البشمهندس عشان يعني اي فرصة عمل من خلال العاصمة الادارية احنا طبعا الرقم موجود وتقدروا تاخدو من الكنتر تحت امرك في اي حاجة مش سي يا فندب مش سي وحنا يا رب نكون احنا فعلا سبب اللهم امين يا رب يا رب يا رب واحنا زينا زي الناس يعني انا برضو نفس الكلام ببقى في نفس موقف اكيد طبعا اكيد محتاج شغل فده طبيعي يعني مرسي مرسي لحضرتك يا فندب متشرفنا لحضرتك النهاردة ومن خلال الوقت ده ان احنا نقدر نعرف الناس العاصمة الادارية الجديدة وكل التفاصيل عنها وطبعا شكرا جدا 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 للخدمات اللي حضرتك هتقدمها للناس دي ربنا ازك وان شاء الله يكون لهم مصدر دخل ان شاء الله ربنا ازك سيدة راشا وانا بشكر حضرتك على البرنامج وعلى الوقت ده وكنت اتمنى ان انا اكتر من كده ان احنا نقدم وان احنا نوضح الناس اكتر من كده وزي مولتها رقمي في الكنترول اي حد محتاج حاجة يقدر يتصل وانا تحت امر اي حد مرسي يا فندم طبعا اسعدنا جدا جدا مهاردة لقاء البش مهندس عبدالعليم العاجمي مهندس في العاصمة الادارية الجديدة شكرا يا فندم مرسي ربنا ازك فاصل وسنعود ان شاء الله مع استاذ طلب خاطر موجه في تربية والتعليم وموضوع مهم جدا اعتقد بان الموضوع ده فعلا يخص كل بيت مصري النهاردة وهو قرارات وزير التعليم الجديدة فاصل ونعود ترجمة نانسي قنقر